والروح طبعا لرامي بقى رامي يعني احنا طبعا في النادل آلي دايما بيحب يكون اللور ريادة في كل شيء من وجهة نظرك فكرة فيفا ودوري الفيفا ازاي نقدر نطبقه في مصر وفي دول عربية مطبقه او افريقية مطبقه وتشارك او اندية قروية مشهورة في افريقيا او في الوطن العربي انت قلت خلاص احترفت في الامارات وكده ازاي نقدر بقى نستخدم ده في مصر باص هو الide esports كما قلتلك هو مصطلح talking inspirationая معمول فيها بطولات في علعب كتير من ضمنها فيفا في حتة وان الدورية مصريKayak إلكترونية وإن هما يبقى فيها بطل ويسافر ويشارك في البطولات دي بتبقى من اتحاد الكورة يعني الكلام دوت اتقالي يعني تحت مظلة اتحاد الكورة القدم لازم يعني مش مثلا فيه اتحاد هيبقى لعاب الكترونية لأ انت رايح تحت مظلة اتحاد الكورة هو فيه اتحاد الالعاب الكترونية موجود في مصر بس انا كنت مشارك في بطولة كاس عام اندية وهناك قابلت الناس المنظمين بتوقع البطولة من فيفا وهم قالوا لي ان هما بيتعاملوا مع التحاد الكورة بتاعهم الرسمي الرسمي بظبط كده لان اتحاد الكورة هو داي ما عندناش دوري بشكل منتظم عشان يعني يعني وهم مفروض ان شاء الله في الوقت اللي جاي في الفترة اللي جاية السنة اللي جاي ربنا يكرم ان شاء الله يبقى فيه دوري اتحاد الكورة المصري ان شاء الله زي السعودية السعودية هليها دوري وده المسلم دي دي مشاركتك في كاس العلم سعيتها كنت في نادي نصر في نادي نصر لعبنا سعيتها كانت في نادي كبيرة كان يعتبر أكبرها من شاستي سيتي وبازل كنا تأهلنا لها من تصفيات على الشرق الأوسط الشرق الأوسط العالم تقسم ريجنز في فيفا وفي كل ريجن بيبقى في تصفيات بيتأهل لها عدد أنديا معينة كان كم فريق في كاس العالم كان 24 وعلى الريجن بتاعنا كان بيتأهل ناديين ناديين أي نادي اللي تأهل معكم نادي اسمه باور ده كان نادي يا سعودي اللعبة أنا دلوقتي عايز أعرف في الناس أنا أبلعب إزاي وبروح ألعب كاس عم أندية شروطها إيه قواعدها إيه ممكن أنا ومروان دلوقتي ناخد بعضنا نحن بنلعب بشكل جديد سؤال برضو مرتبط بحاجة تانية هو قال إن السنة الجاية تحت الكرة هيبتدي ينظم الموضوع صح بشباب كتير بيلعب بلاستيشون يتفرج علينا بيحب اللعبة بجنون يعمل إيه يعني يبتدي منين ويروح فين عشان يخش رسمي عشان يأخذ الهرم من تحت الفوق ميزة أن أنت تخش وتشارك في البطولات أن أنت مش محتاج أن أنت تبقى تابع لنادي حلو يعني أنت ممكن لديك نقط أنت على المستوى الفردي على المستوى الفردي بالضبط أنا بس بخش بقدم أن أنا عايز أبقى موجود في التصنيف بتاع اللعبة ده على الإي سبورت أه بالضبط كده إي إي سبورت اللي هي اللعبة التي تجد فيه إمتى في السنة؟ في أول اللعبة متصدر هم بينزلوا كيفية الاشتراك في البطولات أول الجديد من اللعبة أول النسخة الجديدة بتنزل في شهر 9 ويفتحه شهر 12 تنزل في شهر 9 أو 10 التسجيل السنة دي كان يتقفل مع آخر شهر 12 حلو الناس تتابع بقى وتخش تسجل على الموقع بالضبط كده بعمل الرجستراتي خلاص هو العيب يبتدي شارك في البطولات البطولات دي أجندتها بتبقى فين أقوان أنت بقى أنت سجلت بيبقى فيه طريقة هم محددينها لأن أنت تتأهل لأن أنت تشارك في التصفيات للمنطقة التي تتابع لها ممتاز مجرد أن أنت جبت النقطة دي أو عرفت تتأهل بتشارك في التصفيات ولو عرفت تكسبها تسافر بقى تلعب البطولات اللي هم بينظموها ده الطريق الحالي اللعبة دي فردية ولا زوجية ولا قصتها ايه وقواعدها ايه ما هي اللعبة بقى كل شوية عمالة بتتطور اللعبة فردية وفي نفس الوقت زوجية ليه لأن بقى فيه أندية كتير بيشاركوا في البطولات دي فأنت عندك أندية كورة عالمية مانشستر ستيتي وبازل وليفربول وكل الأندية ديت عندهم عندهم إي سبورتس تيم فده الجزء الزوجي بتخش بقى في الحاجات دي بتشارف كاس عالم الأندية كاس عالم الأندية بيبقى نظامها مختلف عن نظام البطولات الفردي الفردي انت نفع تخش من غير نادي بس الزوجي لازم يكون لك نادي لازم يكون لك نادي بس حالة المركز التامن صح؟ اه قصرنا في فضول التامن فريجول لا بس كويس بس طب هو نادي الأهلي يعني يعني اكيد الناس تتمنى انه ينشئ فرقة ولا أنا غلطان اكيد طبعا هو الموضوع ده ليش بقين اول شق انت بتشوفش ليه الأندية المصرية في لعبة فيفا ده برضو ليه علاقة بالحقوق وان احنا محتاجين نروح لفيفا نفسها ونتكلم مع ان الدوري مصري يبقى موجود برضو تحت الكورة هو المموت بي ان هو يروح يتكلم مع فيفا أو إي سبورتس بحيث ان هما يدرجوا الدوري مصري في اللعبة الشق التاني بقى ان نادي الأهلي يبقى ليه زراع إلكتروني ده بيجي ان خلص هو التوجه دلوقتي يعني فلورنتينو بيريز رئيس رئيما دي كان قال لك ايه ان دلوقتي الناشئ الصغير او الشباب الصغير يروحوا يتفرجوا على اللعب فورتنايت مثلا او يلعبوها اكتر مجدودين ان هما يتفرجوا او يلعبوا اللعب دي اكتر من مشاهدة كورة القد فهي دي الفكرة العالم كله يتتاجه للرياضة الإلكترونية ليه لان هي القادمة بقوة في هذا المجال